الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فنواصل الحديث عن كرامات الشيخ الإمام رضي الله عنه في صفحات من حياة الإمام شيخ الإسلام الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى تذليل العقبات الصعاب وإزالة ما يعارض مراده ومن ذلك هذه الكرامة التي تجمع كرامات وقد سجلتها في مذكيرتي بقلمي في يوم الثلاثاء أو الأربعاء الأسبوع الأول من رمضان سنة أربعة عشر وأربعمائة وألف للهجرة ذهبت لزيارة شيخنا وقلت في نفسي ماذا نذكر من كرامات الشيخ لو كتبنا عنه فانطلق يحدثنا من دون أن ننبس بكلمة عن أمور جرت معه فذكر قصة غرفة السطح في بيته السابق حول القلعة وكيف أن موظفين متتابعين أصرا على خرابها ولم يقبل الشيخ ذلك فكفاه الله شرهما ونقلا إلى مكان آخر بل إن أحدهما أخرج من عمل الإدارة وهو الثاني وذكر الشيخ اسمهما وقال إنه صمم على عدم خرابها لأنه أحس منهما الاستخفاف بالدين وعرض غرامة مالية ما شاء إلى مئة ألف ليرة لكنه رفض عنادا أو عداء وقال للشيخ لو عزما على تنفيذ الخراب لما نعته بكل ما أستطيع ثم تحدث عن الشعبانية وقال رأيت فيها عجائب ولم يذكر قصة الجدار فتذكرتها من إشارته ثم قال أردنا أن نبني نحن القسم الشمالي فقال مدير الأوقاف آنذاك سليمان النسر لا تكلفوا أنفسكم نحن نبنيه ونعطيه إليكم فهذا من واجب الأوقاف ثم بني القسم وخرج المدير وجاء رجلا آخر يسعى من قديم ضد المدرسة وأراد أن يمتنع من تسليم القسم للجمعية فهيأ الله تعالى له رجلا صالحا قال له يا أستاذ فلان الذي كان من قبلك بنى هذا والأوقاف بنته لأجل المدرسة الشعبانية فلا تقف أنت حائلا دون ذلك وهذا لا يليق بك وإذا به يلين لكلام هذا الرجل ثم جاء بنفسه إلى الجمعية وقال للشيخ أنا تحت أمركم وكل ما تحتاج إليه المدرسة نحن نقدمه لها وسوف نسلمكم هذا القسم وذهب وأرسل المفاتيح وسلمهم القسم ليكون صفوفا يجري فيها الخير دائما ولله الحمد وقال الشيخ إن أمر الشعبانية عجيب فقد كان لها أثر كبير في العلم والدين عبر الزمان مع أنها ليست مثل غيرها في الفقامة والضخامة كأنه يشير إلى العادلية والعثمانية لكن يظهر أن بانيها كان كثير الإخلاص فنفع الله بمدرسته نفعا أعظم وأكبر وأكثر امتدادا من غيرها فقد كان حديث الشيخ نفسه كرامة وأي كرامة أجاب عن تساؤل الذي لم يتجاوز خواطر في نفسه وتضمنت إجابته كرامات له رضي الله عنه والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر